بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السيد العسال النهاردة مع الحلقة الثالثة اللي هنتدي فيها نتكلم عن الافليت ماركتنج اللي مبتدئين ما عليش بس قبل مبدأ في حاجة عايزة اتكلم فيها لان بصار حمد ايقاني شوية المفروض ما اتكلمش فيها بس ايقان داياني شوية احنا اتفالى ان احنا اصحاب مع بعض ان فيه ناس بتبعتلي للأسف الناس دي مش بتفكر غير في نفسها بس ان هم مش عاجبهم ان انا ازاي بعمل الكلام للمبتدئين ان الكلام ده كلام بيزيك اوي او كلام بدائي اوي واحنا عايزين حاجة كلام ده كله موجود احنا عايزين حاجة جديدة بقى حاجة تكون ما حصلتش يعني حاجة واوي يعني ان اصلاحنا نشغالين بقى لنا فاترة واحنا بنعرف نشتغل واحنا بنعمل طيب انا زي ما قلت في الاول انا هدف الرئيسي ان انا بعمل حاجة للزمن انا مش بعلمك حاجة ان انت تيجي السنة الجاية تلاقيها مما عادتش تنفى انا عايز لو واحد جي بعد عشر سنين ولا بعد عشرين سنة ولا بعد ما موت حتى يلاقي الكلام ينفع يفيد فانا مش بعلم تاكتيكس اللي هي هتجيبلك نتيجة النهاردة انا بعلمك ماركتينج حتت بقى مبتدين ومتقدمين والكلام ده ما هو انت برضو يا محترف في يوم الايام كنت مبتدئ لو ما كنتش لقيت حد يقولك وياخد بايدك في البداية كان زمنك ولا يوحت ولا جيته في محلك وانا في يوم الايام كنت كده ما كنتش اعرف حاجة وواحد فرنسي مسلم اصلي جزائري هو اللي بصراحة يعني هو اللي علمني اه اه انا تعلمت الموقع بتاعه بس لما بعتله سألته الراجل ما تأخرش والحد النهاردة ما قدرش انساه رغم ان الحاجات اللي تعلمتها منه خلاص ما عادتش تنفع دلوقتي بس هو اللي فتح للسكن وده هدفي ان لو واحد النهاردة لسه في المدرسة بعد كم سنة دخل الكلية بعد شوية اتخرج مش عارف يشتغل هيجي يدخل يدور هيلاقي الفيديوهات دي طب هو اصلا ما يعرفش ان في حاجة اسمها افليت ماركت هيعرفها منين يعني هو دخلت النهاردة وقالت لك هاو تسفل ايو برودكت والامازون ازاي تبتدي تبيع برودكت بتاعك فيزيكال برودكت ان انت تروح تجيبه مصين من علي بابا وان انت تستورده وتبعته الامازون ايفيد تبي ايه وتعمل وتسوق وتبيعه هناك في امريكا والكلام ده مين هيفهم الكلام ده غير واحد شغال بقاله عشرة سنين او خمس سنين حتى طب واللي لسه عايز يبدأ ده ما قالوش نفسي يعني حد يعلمه يعني او ايه معرفش اللي احنا بنفكر في نفسنا بس يا سيدي انت الحمد لله ربنا كرمك ومش واحد بس على فكرة ده اكتر من واحد شان ما حدش ياخد الكلام على نفسه ربنا كرمك واشتغلت وقدرت تعمل شوية مبالغ كورسات موجودة على زي ما بيقولوا على الفي منشيه ليه ما تشتريه انت جاي ليه للحاجات المجانية الغالبانة بتاعتنا دي ودما قلت له ربطيت علىUND 에 حاد فيهم قلت له يا ريت نبطل انفكر في نفسني قلت له انت كده بتفكر في نفسك انا بافكر في نس تاني انا ماتعرفش اصلا يعني انترنت ماركتينج اساسا والكلام ده موجه ليهم وإلا لو شواجه للمحتارفين بقى كنت عملتوا مدفوعة مش مجانا يعاني كان ارده بم judgment σε ده جزء مجاني وجزء مدفوعة وعلى اجتز انو겠다 عن البراند بتاعك كنت حراانا انا اصلا ماى انتش بتابع محتوى العربي طب يا سيد سيب العربي للغلابة لنبيعرفوش انجليزي باحترافية زي انا مش عارف بصراحة ليه بنفكر كده هذا اللي احنا بنتكلم فيه وقالي الكلمة دي بالنص اقدم حاجة للمتقدمة حتى لو هتفيد عدد قليل من الناس لا انا مش عايزة فيد عدد قليل من الناس انا عايزة فيد عدد كبير ربنا يقدرني وفيد عدد كبير هو انا وانا عامل الكلام ده كده الكلام ده لو انا هميع كورس بقى بقى 1000 دولار ولا بتاع اه ما لما يشتري مني 100 واحد ولا 200 واحد اه كده هيبقى حلوة مش عايزة اكتر من كده انما انا هنا مش بتكلم في كورسات مدفوعة وكان محاولة الفيديوهين اللي فاتوا كانوا محاولة جايدة منك للعودة محاولة ايه وعودة ايه ويه الكلام الفاضي ده انا انا معرفش ايه محاولة ايه عودة انا عودة لايه بالزبط انا مرجعتش لحاجة ولا رحت في حتة ولا جيت من حتة كل حكايان ان فيه هدف بحقق او فيه حلم عايزة حققق بس لان انا حد بتفعل فلوس ويا سيدي اللي الفيديوهات بتاعتي مش عقباك اتفضل فيه زرار الاكس فوق تقدر تقفل الموقع والبراوزر بتاعك وما تتفرجش موضوع بسيط جيد بس في ناس تانية عايزة تتفرج فراجعني يعني الناس المحترفة هيجي قدام حاجات انا وصك ان انت متعرفهاش ايا ان كان انت دارجة احترافك ايه لان انا النهاردة لحد النهاردة فيه حاجات انا لسه بتعلمها كتير جدا لا حد اش عارف كل حاجة في الدنيا بس انا بابدأ من الصفر مع الناس اللي لسه متعرفش اصلا معنى الكلمة عشان نمشي مع بعض واحدة واحدة وان شاء الله نقدر نحقق حاجة وكلمة انا خلاص مع انتش بتابع محتوى عربي ومحتوى اجنبي وهو موضوع صعبي يعني يعني لو يعني ما انا ممكن اتديك ارتكلز بالانجليش ولا شرح لك الفيديو ان انجليش مش صعب عليك وللناس اللي على فكرة الناس اللي متعرفش انا احب اواريكو حاجة يعني دي leaderboards اللي يلا في ناس بتعمل products بيدوا قايمة بالعشرة الاوائل في الماركتنج للproduct ده بصوا على اسهمي يعني هتلاقي في اسهمي الاسم اللي قابلي على طول ابن بيجان اكيد كلنا عارفين ابن بينجان مين وانا ده واللي بعد ليزا ساسفيتش برضو من الناس اللي اكيد اللي بقاله فترة محترف بقاله فترة اكيد هو عارف مين الاسم دي بلاش ده في واحد تاني انا طالع على عش بس بص الاسم اللي بعد في مين في جوري مشو ميكر في جوار شودري في رايان كوسون في رايان موران في ابن بيجان في مايك جونسون في ابن شيفر في كريس جوتري يعني الحمد لله بعرف اشتغل بالانجليش بس ام اعمل الكلام ده للناس اللي ما بتعرفش تستوعب بالانجليش قوي مش معنى انا بتكلم بالعربي ان بنيدي حاجات اي كلام وان اللي بيتكلموا بالعربي مستواهم ضعيف وما بيعرفش يقولوا حاجة ولا مش مستوانا ان احنا نتبع الناس دي وكل الناس اللي بتقدم فيديوهات بتفهم انجليزي كويس وتعرف تتكلم انجليزي هاني حسين سيمو لايف بدون ذكرك يعني دو دو الامثلة اللي جات في دماغي الناس دي محترفة سيمو ويقدر يعمل لك فيديوهات بالفرنساوي مش بالعربي بس ولا بالانجليش كمان بس مش هتفهم ويا الناس دي بتقدم الكلام ده بالعربي ليمى يعني مغويين حاجة والله لو حد اللي بيعمل فيديو مدفوق اوكي حاجة تانية ده بيعمل بيزنس انا لا الناس اللي بتعمل فيديوهات مجانان ده كل هدف انو يساعد حد انا ممكن اقول لك لا انا النهاردة بعملها اعمل لك كوتشينج حضرتك بألفين دولار او ألف دولار في الشهر عشان خطر احنا عرب زي بعض انت تقدر تتفع ريك مقدارش انا بقول الكلام ده عشان كل واحد ما يتعلم ما يفكرش في نفسه بس انت النهاردة مبتدئ ان شاء الله بكر هتبقى محترف ما تجيش ساعتها تقول لا انا مش عايز فلان يعلم المبتدئين ما انت كنت زيه في يوم الاياء يعني هدفي من الكلام اللي بقوله دلوقتي ده ان كل واحد يفكر بعد كده مش في نفسه بس لو لقيت حد محتاج مساعدة ساعده احنا كلنا محتاجين مساعدة ربنا ممكن لما تساعد حد ربنا يساعدك عشان تخطر الحد ده ماشي نبتدي بقى معانا النهاردة افليت ماركتينج يعني ايه بقى افليت ماركتينج للناس اللي اول مرة تسمع المصطلح ده هو الترجمة العربي للناس بتقولها التسويق بالعمولة انا معرفش بصراحة مين اللي طلع على المصطلح ده بس الترجمة اكيد مش كده خالص لان كلمة عمولة يعني كوميشن يعني كان ما اسمها كوميشن ماركتينج بقى نفسه فكلمة تسويب العمولة دي بصراحة انا مش بحبها يعني انا تكون سمسارة سبوبة والاسف ده المصطلح اللي اتخذ عندناها فافليت ماركتينج وكلمة افليت هناك برا بتتتخذ لانك بارتنر يعني شريك يعني انت بتسوّق له البرودكت بتاعه قصات كوميشن نسبة معينة من البرودكت النسبة دي احيانا بتوصل 75% المتوسط بتاعها من 40% ل50% باستثناء الحاجات الفيزيكال اللي هي المنتجات اللي بتتصنع زي امازون او كده دي لا ما بتعديش 10% لان طبعا فيه هو مكسابه اصلا البروفيت بتاعته كلها 30% فا مش هي ضريت ده كتر من كده فهو الفكرة كلها ايمة ان فيه واحد عنده برودكت سواء بقى ديجيتال حاجة تحميل فيديوهايات كورسات او فيزيكال حاجة زي اللي تشتريها ادوات مطبخ ادوات كمبيوتر اي حاجة عنده البرودكت بتاعه وعايز حدريتك تستوقعه له وصات كوميشن او نسبة معينة هيددها لك دي انسى بطريقة لسه لأي حد مبتدئ لانه مش هيتعب في موضوع انه هو يعمل برودكت خاص به الا لو انت متمكن في مجال قوي من مجالات الحياة اوكي ممكن تبتدي تعمل برودكت خاص بك مفيش مشكلة انما الناس اللي لسه بتبتدي لانك هتلاقي برودكت جاهز هتبتدي تجرب فيه هتحاول سواء النهاردة بالطريقة دي منجحش هجربه بالطريقة دي التانية دي منجحش لحد ما فيه طريقة تنجح معك اه الشخص ده صاحب البرودكت بقسمه فيندر او ميرشنت فيه ناس بتسميه كده وناس بتسميه كده اعضرتك اسمك افليت فبعد البرودكت بقسمك جي في بارتنر جي في جاي من جوينت فينشر اه اه ده التعريف بتاعه بعض الحاجات زي ما قلنا بتدي كوميشن صغير لو انت بعتلهم حد مسلا يسجل في ايميل يدخل الايميل بتاعه ويسجل في الايميل لست بتاعتهم او يدخل بياناته او رقم تليفونه ده بنسميه lead وجاي منها كلمة lead generation ازاي بتعمل الناس اللي بتعمل ايميل لست او قائمة باردية الليد ده هو الشخص اللي بيجي يسجل الايميل بتاعه او البيانات اللي انت محتاجها منه هنا هو ما بيدفعش حاجة هو بس مجرد يدخل بيانات وسط حاجة مجانية بياخدها او اي حاجة فانت لو عملت الموضوع ده وخليت حد يسجل في الشخص ده بيديك مثلا في ناس بتدي دولار في ناس بتدي ربع دولار في ناس بتدي خمسين دولار على حسب بقى الوفر حسب هو الوفر اللي اقدمه له بعد كده سعره كم او قيمة الشخص ده بل هو ال customer lifetime value بتاعت الشخص ده عنده كم يقدر يحدد على اساسها هو هيديك كان لانه او او الوفر تمن الماركتنج بل المعمله انت اللي هتعمله اااا الهاجة اللي بعد كده اااا ده ناس كتير او شغالة كده في مصر العرافه يعني جاي منها اللي اسمها customer action او cba انا شخصيا مشتغلت ش cba فمحدش يسألني فيها رجان لاني ما استهوتنيش مع نقدة هو من اشهر الشركات بس لو حد عايز يعرفها لماكس باونتي والثانية اسمها بلو ايه نيفر بلو مش فاكر بصراحة الاسم بس يا ماكس باونتي من اشهر الشركات ثانية كده حاول اتأكد من اسم الشركات التانية هم علينا لو حد عارب اسمي شركات السي باي ممكن يحطوهم بتحت في الكومنس فانا بقولوكو زي بصراحة انا ماشتغلش سي باي غير مرة ولا اتنين مع ماكس باونتي بس ما عجبتنيش بصراحة باختصار العائد اللي بيجيلك منها انت بتعمل نفس المجهود العائد بتاحها اقل من اللي اعملت نفس المجهود مع حاجة تانية الكوميشن بتاعتها عالية شوار الحاجة التانية بقى الكوست برسيل اللي هو السي بي اس اللي انت حضرتك بتخلي حد يشتري حاجة وفي الحاجة دي مثلا بروتكت بمية دولار وهيديك خمسين وهياخد خمسين لازم الشخص داي شتري سواء بقى ليد او مش ليد مش هتاخد حاجة مش تاخد غير لو الشخص داي شتري تمام ده بالنسبة لايه انواع الافيليت ماركتر طب ايه المميزات والايوب بتاع الافيليت ماركتر ليه تختارها يعني المميزات نبتق بها الاول اول حاجة ان انت مش محتاج تعمل البرودكت بتاعك تاني حاجة ان انت ممكن تعمل موقع وتسيبه وهو هيتانيه شغال بس بعد ما تزبطه طبعا بالحاجات اللي هتتقال بعد كده ممكن بعد كده زبطته وسبته ومشيت ممكن ترجع تلاقيه شغال وعمل لك سيلز وحاجات كويسة تكلفة البداية بتاعته مش غالي لسه هنقولها بعد كده بس حاجة بسيطة او ممكن ب 20 دولار تبدأ مئتين دولار حلوى مش محتاج خدمة عملة ان انت طبعا لو البرودكت بتاعك هتبقى محتاج تشوف العملة بتوعك ايه مشاكلهم لا انت هنا مش محتاج خدمة العملة الفندورز او صاحب البرودكت هم المسؤولين عن الموضوع تقدر يعني تقدر تعمله سكيلينج او ان انت تعلي بسهولة ان انت تقدر بدل ما تساوي برودكت واحد لا انت تساوي عشر عشرين زي ما انت عايز في كتير قوي على قد ما تقدر ساوي تقدر تعمل بزنس كبير جدا ممكن تتخصص في نيتش واحد وممكن تخصص في نيتش مختلفة كلمة نيتش يعني ماركت معين او مجال معين في السوق يعني مثلا الويتلوس او التخسيص ده نيتش في حاجه منه اسمه ساب نيتش لو اقولت مثلا ويتلوس فور ومين يعني تخصيص للنساء ده بقى ساب نيتش من النيتش الرئيسي والويتلوس اصلا نيتش ساب نيتش من الهيلس من الصحة هيلس انت فيتمس من مميزات برضو ان انت تقدر لو انت عايز تدخل ماركت معين وعايز تعمل برودكت بتاعك انت تقدر تتست تختبر الماركت ده قبل ما تعمل برودكت وتكلف نفسك سواء فيزيكال او ديجتال وتقدر تشوف كده هتعرف تبيع البرودكت بتاع النساء او لا لا لو عرفت كده اعمل برودكت بتاعك ما عرفتش طب انت لما تعمل بتاعك مش هتعرف تبيع وقت فانت عملت تتست للماركت لأو شوف فيه في الماركت ده ولا لا يعني هتقدر تبيع الحاجه فيه ولا لا مش محتاج قوي خبرة في الماركت معين عشان تدقى فيه محتاج اقل القديم من المعلومات طبعا كل ما هتدريس الماركت اكتر كل ما تعرف تبيع فيه اكتر بس تقدر بسهولة تبتدي ان انت تروح الفورمز والبلوغز اللي في النتش ده وتبتدي تتعلم منها الموضوع سهل وبتشتغل حسب وقتك انت انت مش ملزم تروح الشغلة من 9 الصبح الى 4 العصر لا انت بتشتغل حسب مزاجك انت انت من النوع اللي بيصهر بالليل الناس هتنام في البيت وانت دعا تشتغل بتصحى بدري الناس كلها نايمة تشتغل الصبح وقت ما تحب النهاردة في مطشو ليفاربول دلوقتي وروما عالية هتوارج على مطشو وقعنا نشتغل بعده او قبله سيان انا بعمل الفيديو قبله نوعين اكبر مزاجك انت بتشتغل وقت ما تحب في المكان اللي تحبه كل ما اي كل المطلوب منك كمبيوتر او لابتوب وانترنت كونيكشن واي فاي في كل حتة دلوقتي اي كافية ما موجود في واي فاي تقدر تاخد لابتوب بتاعك تروح على اي كافية بتوع تشتغل فمميزاتها كثير جدا ني مميزاتها بس برضو زي ما هي مميزاتها لأعيو عشان انت بعارف برضو كل حاجة من البداية ان انت ملكش كنترول على البرودكت اللي انت بتسوي ما تقدرش بقى تتعدل فيه حاجة لو شاف فيها غلط او بتاع ملكش فيه بعد الفيندرز او صحاب البرودكتس فجأة تلاقيه بدون مقدمات راح قافل الافيليت اكاونت بتاعك من غير ما يقول لك من غير اخبط دماغك في الحيط لكش حاجة عندي وحصل اتشفناها مع ناس كتير فيه ناس من غير اسباب وفيه ناس بسبب مخالفة التعليمات بتاعتهم برضو في نفس الوقت في حاجة اسمها الريفوند الريفوند ده لو واحد معجبوش البرودكت بيرجعو وياخد فلوسه خلال فترة معاينة تبقى متحدده انت ملكش كنترول في الموضوعات ما تقدرش تكلم الشخص لازي اعمل رفوند وتقنعه انه ما يعملش لا ففجأة تلاقي الكمشن بتاعتك ضاعت ملكش في مش هتريف تعمل حاجة بس طبعا انت المفروض بتبقى ده جزء من البيزنس يعني لازم تبقى عمل حسابك على حاجة زيدي وده رسالة للناس اللي بتشتغل سبام انت باعت البرودكت النهاردة بطريقة سبامي بطريقة فاديحكي عالناس ببساطة هيشتريه وبعد شوية هيرجع وضعت عليك فلوسك بعض الناس الفيندرز بيحطوا شروط صعبة عشان يسمحوا لك انك تسوى البرودكت بتاعهم زي مثلا يقولك لازم عندك قيمة بريدية عددها قد كذا عشان نسمح لك انك تسوى مش هنسمح لك تستخدم اعلانات مدفوعة له اهداف مثلا انه مش عايز حد يستهدف الكيورد بتاعته اسمه عشان هو يستهدفها هو ما يدفعش كتير لو انت استهدفتها زيه هتنفسه هتعلق على السعر ما تقدرش تعمل تراكينج او ميجور من ان انت مش هتعرف تقيس الاداء بتاع الكامبينز بتاعتك لانه هو البيانات كلها رايحاله مش هتعرف ايه مثلا انت عامل خمس اعلانات مش هتعرف ايه الاعلان فيهم اللي حقه لكون برجن انت ممكن في اعلان يعمل مثلا ميت كليك و اعلان يعمل عشرة كليك مناشي بعد كده انت بعت خمس اعملت فايف سيلز انت مش عارف الخمسة دول جم من الاعلان اللي عمل عشرة كليك ولا الاعلان اللي عمل ميت كليك ايه مش شرط على فكرة ممكن ابو ميا ده ما عملش ولا سيل التانية اللي عشرة او لا احسنة منه اشترك فللاسف ده مرضو من الحاجات المشتطرة اعرفها الا فالناسي اللي تستخدم حاجه زي infusion soft في طريقة لو جات مجاله علي كده اني بنقل بس برضو مش طريقة قاوي بس يعني احسن من فيش ما تقدرش تحط طبعا ال hooks بتاعتك زي facebook pixel خلق بحيث ان انت تعمل custom audience بعد كده وتعمل حملات ريتارجتنج لعادة استهداف الزوار بتوع الموقع لانه هو الريدي ده صفحة البيعه بتاعته هو مش بتاعته كنت المنافسه بتبقى عالية شوية بالذات في النشيز اللي شغاله حل لان زي ما انت بتسوق البرودكت ده في ناس تانية غيرك بتسوق مش انت الوحدك وفي الاخر اهم حاجة واكتر عيب بالنسبة لي شخصيا ان انت ما بتبنيش البزنس بتاعك انت بتبني البزنس بتاع شخص تاني بتاع اللي هو الفندور ده وعشان كده اللي انا برشحولك ان انت تبتدي ماشي افلية ماركتين بس سونر ذان ليتر عاجلا وليس اجلا تبتدي تفكر ان انت تبتدي تعمل البزنس بتاعك البرودكت بتاعك او السيرفيس الخدمة بتاعتك ما فيش مشكلة تانيك شغال افلية طول عمرك فيش مشكلة بس يبقى عندك البزنس بتاعك جنبها ما تبقاش كل شغلك ودي غلطة ناس كتير وانا منكم واقعنا في الغلطة دي كتير ان احنا استسهلنا الموضوع ما فكرناش احنا نعمل الحاجة بتاعتنا فزي ما بقولك تبتدي تفكر هعمل البزنس بتاعي ازاي ده بالنسبة للمميزات والعيوب بتاعت الافيليت ماركتين طيب ايه احسن الشبكات او النيتوركس اللي بتقدملك بروودكت سقدر تسوقها فيه طبعا منتجات فردية انا صاحب بروودكت بعمل افليت بلاتفورم خاص بي انا ده طبعا مع الخبرة والوقت هتعرفها يعني هتلاقي ناس بتبعتلك اوفرز انك تسوق لهم مش هنتكلم فيها دلوقت او لما نيجي نتكلم في اللونج جاكينج هني ما نقول الكلام احنا نتكلم في الشبكات اللي هي العامة اللي ممكن ايه حد يسجل فيها ويبدأ يسوق من البرودكت بتاعتي اول حاجة فيه واشهر حاجة طبعا واللي انا برشها هنك تبدأ بها كليك بانك كليك بانك دوت كوم اللي عرفتوا دلوقتي ان ما بيسمحش بعضويات جديدة بس في الواقع لا انت هتيجي هنا تعمل كريت اكاونت لو انت عايز تسوي ايه يعني هيقول لك دخل بياناتك بالاسف بتيجي عند الخطوة دي وبيقول لك لا ما بيرضاش فاللي عما جربت الموضوع تكده فعلا ما كملش فبعدت للسببورت بتاعهم ردوا علي بالطريقة ماشي اه مش هينفع اولي الطريقة دلوقتي لان عشان اقولها لازم هكشف بيانات معينة فاللي هدريتك هتعمله انك يمكن يكونوا فتحوها دلوقتي هتجرب انك تسجل لو ما انفعش هتروح للكونتكت سببورت بتاعهم هتروح بس هنا والسببورت اهو هنزل نقفل دي بس كده السببورت هنا هتروح افلت سببورت تمام وهت هتعمل ان انت انت عايز تفتح تيكت وانا طبعا دي حاجات جاهزة للمشاكل اللي الناس بتقابلها سببورت فوق اهي معلش هنا هتروح سببورت و هتدخل بياناتك هنا و هتقول لهم المشكلة انا مش عارف افتح اكاونت اي كان اوبن انيو اكاونت انيو افليت اكاونت و هتدخل كل البيانات و هم هيردوا عليك هيقول لك الطريقة اللي تعمل بها الاكاونت كليكبانك ده اللي هنتكلم فيه بعد كده ماشي فدلوقتي حاول بس تعمل الاكاونت الاسبوع ده الناس اللي عنده خلاص طبعا البقين هنقولهم بقى للناس اللي هي غاوية لحاجات التانية انا ما عنديش مشكلة لان طبعا المنافسة فيه ناس قولك كليكبانك بقى قديم دلوقتي لس انا راقي لا مش قديم خالص بدليل ان لسه فيه ناس بتعمل بروتكس جديدة بتاعتها اليه الجرافتي الناس اللي بتدخل كتير جدا فحيطة قديم دي قديم بناعنا على ايه بناعنا على الطرق اللي كان فيه ناس بتعلمها هنا في مصر الطرق دي اللي بقت قديمة ما عادتش بتجيب نتيجة الطرق اللي هنقولها دي طرق تستمر معك على طوف هتساوي كليكبانك يغير كليكبانك هي هي ناس الطرق بس عشان كليكبانك فيه تشكيلة كبيرة من بروتكس الشبكة التانية هي cj.com اللي كان اسمها commission junction بس اسمها الغير دلوقتي بقى اسمها cj affiliate دي اكتر منها شغالة sales و leads يعني شغالة cost per sale و cba كل اللي بتعملون ده هتبقى هنا publisher هنا بدل ما هي بسمك افليت بسمك publisher كل تعمل انها هتروح تعمل اكاونت تمام؟ انا حاول لغن لا اكاونت تمام رقع بقى يبقى ايدي فترة طويلة ما دخلتش عليها فمش فاكر كان فين سيام الصفحة اللي همومن اه جميع. فري ببلش هر سين اب. سين ابتو دي وقتبتدي تدخل بياناتك وتعمل اكاونت زي ايه حاجة خلص. طبعا عادي جدا على فكرة ان انا حاجة مش ليا وانا بكلمك ولان انا مش محضر انا بقى زي ما اتفقنا اكني بشرح لواحد صحوي في حاجات انا ما بعملهاش اه عديت عليها مرحلة بس انا بعملهاش دلوقتي بس انت كواحد دسة بتبدأها ممكن تحتاج تعمله بس هتدخل بياناتك وتمشي اتكاونت عادي خلص من اشهر الحاجات دلوقتي الجي في زو بس دي كلها بورودكس اللي فيها انترنت ماركتنج اللي هو في في الميك موني اونلاين نتي الاخر ولا تعمل برضو فري ساين اب هنا لما هتدخل هتروح على الماركت بلايس بعد ما تعمل اكاونت بتاعك هتشوف البروتكس هنا بيقول لك today's top sellers يعني ايه اكتر البروتكس اللي عام حققه سيلز النهارده ما بفضلهاش اوي لين ساعات فيه ناس بتبقى بالصدف يعني اللي بتشوفه احسن اللي هو ايه ايه اكتر الناس اللي عامله سيلز في الاسبوع ده البروتك ده مثلا فيديو ريبوت كوميرشل هو النهارده تاني واحد في الاسبوع تاني واحد فده معنا ان البروتكس ده شغال حلب ممكن تختار حاجه زي كده تبتدي بيها مثلا بس وتحذير بس الانترنت ماركتينج نيتش من اكتر الحاجات اللي فيها منافسة لو انت خايف من منافسة الجامدة ما نصحكش تبدأ بيه بس في نفس الوقت هو اكتر حاجه عائدهك كويس اكتر حاجه فيها ناس بتشتري لان الناس عايزة تتعلم المجال ده فاكتر ناس بتحاول تشتري لو عايز تشوف بقية البروتكس بتدخل هنا على السهم وهتشوف كل حاجه ده جي في زو من الحاجات التانية share a sale من اشهر الشبكات الافيليتز shareasale.com ده اهتم اكتر بحاجات كاتيجوريه زي home and garden fashion green merchants اللي هو الحاجات الهلسي شفائيه او كده الbusiness merchants حاجهات الخاصه بالbusiness فانت بتتخد تشوف الكاتيجوريه او التصنيف اللي انت عايزه اه هنا انت احضرها افليت sign up هتروح تعمل sign up هنا هنا ده بالنسبة لشير اسيل كلهم بعد كده اطريقة الماركتنج او تسوير بروتكس هتبقى واحده بس كل شركة بتختلف بقى في القوانين بتاعتها والcommission بتاعتها او ايه نوعية البرودكس اللي موجودة فيها اه نزيب اي بي بس دلوقتي هنا avengate برضو من الحاجات اللي لسه جديدة بس هي مركزة اكتر على الصوفتوير اغلبية البرودكس اللي فيها صوفتوير فالو انت بتشغل بتحب البروغرامنج والصوفتوير والكلام ده ممكن تبعى حاجة كويسة جدا لك avengate a-v-a-n-g-a-t-e dot com عندنا بعد كده اشهر اتنين في الفيزيكال بروتكس مش في الدجيتال بقى dot com partner network dot ebay dot com sign up now زي اي اكاونت الفكرة انا كنت بتروح بعد كده بتشوف بقى البرودكس اللي انت عايزة ومتعد خطوات زي ما ما كاتب لك هنا find شوف البرودكت اللي عايزوا فيها تلاقي 1.1 يعني 1 بليون لو مليار بروتكت موجودة على ebay بعد كده تسوأوا marketing share مع الناس اللي عايز تسوأ عندها ويرين تكسب الكميشن بتاعتها طبعا الكميشن هنا نسبتها صغيرة زي ما قلنا في الفيزيكال في الفيزيكال بروتكتس لان فيه حاجات تصنيع وكده الحاجة الاشهر طبعا امازون امازون طبعا في amazon.com ده amazon america usa في amazon.co.uk بتاعي united kingdom او بريطانيا في amazon.de الناس اللي بتحب تتكلم الماني في استراليا في اليابان طبعا اكتر حاجة فيها سيلزو بتاع امريكا التانيين مزيتهم من الكمبيتشن او المنافسة فيها مش قوي بس انت كافليت نافريش معك اول حتة دي انا بس سجلت او انت هنا عشان تسجل هتجوين ناو فور فري هتعمل اكاونت عادي خلص اسمه امازون اسوشيات برو جرام اسوشيات مش افليت بس انا لو بحالت افليت داش برو جرام دوت امازون دوت كوم هيديك الصفحة دي تعمل جوين ناو فور فري وتعمل اكاونت بتاعي هو البرنامج اسمه امازون اسوشيات اسوشيات يعني افليت بردو على فكرة انا دخلت الاكاونت بتاعي رغم ان انا مشتغلت بردو امازون افليت عشان بس اوريك ان انت لو دخلت صفحة البرودكت تجيبي اللينك ازاي انت دخلت على صفحة البرودكت دي مثلا فاير تيفي ستيك وز اليكسا فويس ريموت عايز تسوى البرودكت ده بعد ما عملت ساين ان على امازين فب港ين ودخلت اسسر بالاكاونت بتاعك هيزهرلك البيانات دي فوق لو انت عايز تعملو شير بالفيسبوك او تويتر لو انت عندك فولو او حلو على دول سيعمل امازك ب stickers وماتشوين 가 specifically تختار انت حسب اللي انت عايزو طبعا لو عايز speakers تضع تيدك على ان تم تعمليها مثلا さنت عايزينها تيكست هنا ده الافليت اي دي بتاعتك وهنا اللينك من دهالك اهو ده الشورت لينك وهي مختصر فدي كويسة لو انما هوريك لو فول لينك هتبقى عاملة ازاي دي الفول لينك فطبعا خلينا كويسين وخلينا في الشورت لينك لو عايز ايميج هيجيب لك حد تشوف انت عايز صورة سمول ولا ميديم ولا لارج وبيديك الهتش تي ايميل كود بتاعها بتعمله بس في المكان اللي انت عايزه لو عايز تيكست بيجيب لك الكود بتاعها وتحطها زي ما انت عايز تمام ده الطريق اللي انت تاخد بها اللينك او الافليت لينك بتاعتك في امازون بتروح على صفحة البرودكت اللي انت عايزه وبالضوط البرودكت هنا بقول عندك كل الكاتيجوريز هنا اختار اللي انت عايزها مثلا ان هنقول عايزين هوماند كيتشين هوماند كيتشين اي هوماند كيتشين مثلا شيل دي كده اه في طريقة ان احنا مثلا عايزين مش عايزين برودكت معين فانقوم عاملين كده اي حروف ونعمل سيرش هيجيب لنا برودكت هنا او عايزين نشوفها هذا الاكبر في الصفحة هندوسها للمربع ده ايميج فيو اه هيجيب لنا كل هنا اربعة في كل واحد بتبدي تتفرج بقى تشوف مثلا ايه هنا ده برودكت 80 دولار هنا ده 139 هنا عليه ريفيوز ريفيوز من الحاجات المهمة اوي اللي تبص فيها في امازون كل ما ريفيوز 5 ستار او 4 ستار وانت طالع كل ما عندنا البرودكت ده حلو فالناس فرصة تعجبها ان يعجبها اكتر كل طبعا ما هتلاقي ريفيوز اعلى هنا 17000 او 27000 او منافسة قوية جدا فيه ناس بتتبع طريقة الكمباريزون او المقارنة لما تتيجي تسوق بتجيب مثلا ثلاثة او اربعة برودكت في نفس التصنيف وتبدي تقارن بينهم فيه ناس بتعمل بتستهدف نيتش معين وتعرض في برودكت في النيتش ده كل واحد بقى بالطريقة اللي هتريح تمام فيه نقطة بس شرعية حبتها لفة النظر اليه الاول قبل ما نقولها هنا لو عايز تعمل فلترينج هنا تعمل زي ما انت عايز فيه سب كاتيجوريز اللي هومان де كيتشين هنا من اشهرها كيتشين انا داينينج طبعا امازون برايم ده اللي هو لو انت عايز برودكت اللي اشغاله امازون برايم بس برايم ده معناها ده اشتراكس سنوي 9 و90 دولار الناس عالموقع بيبعت لهم البرودكت مجانة الشحن مجانا فلو عايز أنت البرودكت اللي برايم بس اوكي تعمل هنا مش هتجيب لغير براين بس لو عايز البرودكس انا طبعا هنا لان انا من مصر لو عايز البرودكس اللي تعمل شبنج ايجيبت بس تختارها هنا وهكذا عايز الريفيوز هنا فانت ممكن تعمل من اول فور and up يعني عايزها 4 واكتر لو عايز حاجات جديدة اخر 30 يوم او اخر 90 يوم يفضل هنا طبعا الكونديشن يوليها حالتها جديدة مش متجيبش اليوز لها المستعملة هنا ممكن تحدد السعر للحد الادنى والحد الاقصى انا بفضل في امازون تختارت حاجات الغالية شوية لان امازون بيبتدي معك كوميشن اربعة في المية بس يعني لو برودكت بميت دولار بيديكه اربعة دولار والحد الاقصى تمانية ونص في بعض البرودكت بيدي عشرة في المية ده اقصى حاجة بس المتوسط اعلى حاجة تمانية ونص يعني من كل ميت دولار بتاخد تمانية ونص بس ميزة امازون ان السيلز فيه كتير جدا والناس بتدور فيها وفي ميزة وعيب وده اللي بتكلم فيه من ناحية الشرعية ان لما حد يدخل انت مثلا بتسوق البرودكت ده ماشي فحطيت اللينك بتاعت البرشير كوكر ده حطيت اللينك بتاعته لفلية بتاعت البرودكت ده في واحد دخل ما اشتراش ده مع جبوش وماشتراهوش بس في خلال تسعين يوم راح مشتري البرودكت اللي جانبه ده هتدخلك كوميشن لان انت امازون بيقول لك انت اللي جبتلي الشخص ده فبالتالي انا اللي هتدخلك كوميشن حتى اللي هو اشتريه حاجة تانية غير اللي انت بعته به ده ميزة جامدة جدا وحلوة جدا بس عيبها الشرع الوحيد ان انت ما تضمنش ايه البرودكت اللي هو هيشتريها يعني مثلا ممكن يفتح واين واين او بنار مثلا او واين جلاسيز مثلا او هنا عملنا كده مثلا او واين الخامر ايه الخمور او هنا مثلا واين جلاسيز يعني الكاسات تاعت الخمور واين او بنار مثلا اللي هو الفتاح اللي بيفتح بيها ازايز الشامدين والكلام ده فالاسف ممكن يشتري حاجة زي دي اكيد طبعا حضرتك انا طبعا كلام يوجه للمسلمين ان مش هينسبك ما ينفعش يتاخد فلوس وصلت حاجة زي دي انا شخصيا من الاخر اخترت الجانب السيف سايد وبعدت عن امازون اصلا بععدت عن امازون كافليت مش كفيندو فقلت خليف الجانب الامن بس لو حضرتك عايز تشتغل في امازون وحبه نصيحة الاولى انك تسأل حد شيخ او جهة افتاقم رسمية اسوأ الاحوال ان انت بيظهر لك طبعا الليست بتاع البرودكت اللي انت بعتها شوف ايه البرودكت اللي انت باعت عندك وانت مش انت مسوقها اللي ما تتناسبش مع الشرقة شوف الفلوس اللي جات منها وخرجها في اي مصدرتان هي مش هتبقى صادقة طبعا بس في معنى ان انت اللي هو اختلط المال الحلال مع الحرام فانت بتتخلص من المال الحرام عشان تتجنب ان يبقى في اي حاجة حرام في رزقك فانتمنى ان اخد بالنى ان للأسف ناس كتير جدا مش اخدين بالهم من الحتة دي بس هيها مهمة جدا ده بالنسبة للأفليت نتورست فيه حاجات تانية كتير طبعا بس دول احنا اتكلمنا في اشهر حاجات طيب ازاي اختار برودكت كليكبانك ونسوى كليكبانك ده ان شاء الله الله هنتكلم فيه الفيديو الجاي ان ابتدي بقى نقول الشروط اللي تختار على اساسها وعلى فكرة من دلوقتي بقول لكم هتلاقي فيه شروط غير اللي انتوا عارفينها خالص غير اللي الناس بتقولها لان شروط اللي الناس بتقولها هي دي الاسف اللي كله بيعملها وعشان كده بتلاقي منافسة فيها وقوية ومبتجيبش نتيجة للدرجة للناس متخلق لها بسرعة كده اللي انت محتاجه عشان تبتدي افليت ماركتنج وتبتدي اتحقق سيلز و بروفت ان انت هتبقى ما عايز بلوق ابسط حاجة هنتكلم هنا في ابسط حاجة دلوقتي الورد برس بلوق او المرة اللي فاتت لما قلنا فيه حاجات مجانية زي جوجل بلوجر او تامبلر او ويكس انت ده اللي انت محتاجه دلوقتي انت بقى عندك بلوق عندك محتوى كونتنت هتحطه فيه لو بلوق طبعا هتبقى محتاج دومين اللي هو اسم الموقع ومحتاج استضافه هوستنج اكاونت وتبتدي تعمل بقى الحاجات معاينه ازاي تعمل الموقع او ازاي تعمل وورد برس بلوج و ايه البلوجين و ايه كل حاجه هنقولها ان شاء الله في وقتها وهي للمبتدئين واللي عارف الورد برس بتتعمل ازاي ما يتفرقش مفيش مشاكل عالفيديو ده لما نيجي نقوله يعني مش دلوقتي بس يعني اعتقد انها تلاقي فيه بلوجين ممكن انت حدرك متعرفهاش ممكن هتفيدك ان انت تستفيد بلوجين او حاجة جديدة ممكن معلومة واحدة تغير حياتك اساسا انا لحد النهاردة لسه من اسبوع عادي جدا اري كتاب عن الافليت ماركتنج حاجه انا عارفها من عشر سنين بس فيه معلومات جديدة في الكتاب اللي اريته من اسبوع فيها معلومات جديدة اول مرة اعرفها مش معنى ان حاجه انا عارفها خلاص طيب ايه احسن طرق ان انا سوى اشتغل افليت ماركتنج وفي بسرعة كده هنبقى نقول تفاصيل بعدين بس بسرعة هم ثلاثة احسن حاجة المالحاجة الاولى هو review ان انت تعمل review ده يعني زي اعرف انت النقاط لما مسلا واحد شاف فيلم بيقول review لو رأيه في الفيلم ونقض الفيلم الناس اللي بتدور على product انت هتعمل review للproduct فهو already جاهز انه يشتري بس عايز الناس تقول له ايه رأيهم في الproduct ده انت بتعمل صفحة عندك اسمها product name review اسمه product وجنبي كلمة review وبتستهدف بقى الكلمة دي بتعمل review بتاعك اللي طبعا لازم تبقى صادق الناس بتعرف الصادق من الكذاب من اللي بيقلف ما تقولش على حاجة حلوة وهو زي الزفت هتبتدي تعمل review بتاعك وفي الاخر الناس لو عجبها review هيشتروه عن طريقه اكتر حاجة بتحقق sales هي reviews دي لان الناس بتبقى جاهزة انها تشرية خلاصي على التكة الاخيرة يعني الحاجة التانية email marketing ان انت بتشتغل على نيتش معين وبتام بتبني قايمة بردية في النيتش ده في المجال ده وتبتدي تساوي الافريد برودكس للناس السبسكرايبرز او اللي هم اسجله عندك في القايمة البريدية بتاعتك انا بقول بس العنوين دلوقتي التفاصيل بعدين ان شاء الله طبعا review زي ما قلنا انت مشتغل عليها ممكن traffic ممكن مدفوع او ممكن SEO email marketing بردو تجيب traffic للصفحة اللي فيها الناس اللي فيها ال opt-in page بتاعتك اللي هي الصفحة اللي الناس هتسجل فيها ال email وبعد كده هتتابعهم بقى بال emails بتاعتك الحاجة التالتة اللي هو problem solving content اللي هو ايه المحتوى اللي بيحل مشاكل للناس مثلا لو بنتكلم على weight loss مثلا product مثلا اسمه P90 مثلا ده من 10 product للweight loss تخسيس فانت لو هتستهدف P90 انت ممكن تعمل P90 review ده لو هتستهدم review نما لو عايز تعمل محتاب يحل مشكلة واحد مثلا دخل على جوجل كاتب how do I lose weight in 10 days مثلا ازاي اخيص افكد وزني في 10 ايام دي بقت مشكلة حدرتك هتقوم عامل مقالة article او blog post تساعده في حل المشكلة دي ولو انت عارف ان ال product اللي هو P90 هيساعده انه يفقد وزنه في خلال 10 ايام اللي هو عايزهم هتقدم له product في الاخر كحل يجمع له يعلم عاف في الطريقة او يوريد الطريقة اللي يعمل به لان انت اكيد في post مش هتعرف تقول له كل حاجة طبعا تحاول تشوف ايه المشاكل او problems الخاصة بال product اللي انت هتسوق مش تجيب اي حجم الشرق وحجم الغرب لا احنا نسوق product كذا ده بيعالج مشاكل كذا وكذا وكذا بناء عليها هنبتدي نشوف ايه المشاكل دي الناس بتعمل لها بحث ازاي في جوجل ونبتدي نعمل مقالات عن الموضوع ده ان احنا نحل المشاكل دي دول اشهر ثلاث طرق لان انت ازاي تسوق ال affiliate products دي كده مقدمة تمام الماركت جاية ان شاء الله هنبتدي بقى ان ازاي اختار برودك تسوقو على اساس ايه ال home work بتاعكو النهاردة انك هتسجل في ال affiliate network المناسبة لك اللي انت ناوي تبدأ بها اللي عجبتك او ان شاء الله تسجل فيهم كلهم مش تخسر حاجان كتجربة ايه وبتدي خش على الماركت بلايس وشوف كده انت ممكن خيالك يخليك تختار برودك تسوقو عشان تيجي مرة الجاية ان شاء الله تشوف هل ينفع اللي انت اختاركو ده ينفع معاك دلوقتي او لا لا بل الشروط اللي هنقول تمام ده ال home work بس المرة دي انا مش عارف الفيديو طول قوي كده طبعا فاحنا نكتفي كده بهذا القدر النهاردة ولحد ما نتقابل المرة الجاية ان شاء الله عيش حياتك حدد اهدافك وكل يوم اعمل حاجة او اثنين توصلك للهدف ده ان اكيد ان شاء الله في يوم الايام هتوصل للهدف اللي انت عايزه